إخواني وأخواتي وزور موقع مدرستك مرحبا بكم في فيديو جديد من تعلم C++ في هذا الفيديو سنتكلم عن شيء مهم جدا طبعا فكرة جميلة وقلت أن أتطرق إليها معكم في هذا الفيديو الفكرة وهي أننا سنقوم بحساب ما يوجد داخل المصفوفة كيف نقوم بذلك؟ طبعا إذا طلبت منك أن تقوم بحساب مثلا نفترض نأخذ مثلا هذه الأرقام نقول مثلا نتيجة النتيجة الخاصة بك النتيجة بهذا الشكل ثم نعطي لتلك النتيجة مثلا 6 6 أماكن ستحجز 6 أماكن في الرام ثم نتيجتك ستكون مثلا في الدورة الأولى أنت كسول حصلت على ثلاثة ويجب أن تذهب إلى المنزل في الدورة الثانية طبعا حصلت على مثلا نقول قمت بمجهود حصلت على 4.5 لأنك كسول جدا حصلت في الدورة الثالثة كذلك على ثلاثة لأنك كنت تذهب إلى الشاطع والدورة الرابعة يعني حصلت على خمسة لأنك أكلت العصى من أبوك ونفتعد مثلا أنك نجحت يعني نزل طلعت إلى ستة ثم نجحت بستة طبعا الآن أنت تريد أن تقوم بحساب مجموع يعني النتائج التي حصلت عليها كيف سنقوم بحساب النتائج طبعا كيف سنقوم بذلك وهو أننا سنتبع هذه الطريقة الآن طبعا إذا طلبت منك هذه الطريقة يمكنك استعمال مثلا هذه الطريقة مثلا لنفتعد نأخذ متغير آخر ونسميه total الخاص بالنتيجة ونعطيه صفر لأنه طبعا ستبدأ من صفر لأنه total ليس به أي رقم وستذهب وستكتب مثلا total تساوي مثلا نتيجة مثلا نتيجة مثلا نتيجة موجودة في مكان صفر زائد نتيجة الموجودة في المكان واحد زائد النتيجة الموجودة في بالالايز طالالايز وهذه الطريقة يعني مملة جدا لماذا لأنه في حالة ما كان لديك يعني عدد كبير من التلاميذ فهذه الطريقة ستأخذ منك سنوات لكتابة فقط سكريبت واحد وهنا يعني هذه الطريقة ليست عيب يعني ليست عيب يمكنك القيام بها ولكنها ليست طريقة مبرمج محترف يعني طريقة شخص الذي فقط كثول جدا ولهذا اخترعات البرمجة لكي تقوم بأشياء سهلة جدا وأنا عرف أنك كثولي أنك أصلا كتبت خطة حصلت على ثلاثة وعلى أربعة هنا لهذا يعني يكون هناك مشكلة إذا كتبتها بهذه الطريقة دعونا نعود إلى صرب الموضوع الآن إذا سنقوم بالعملية عن طريق الفورلوب كيف نستعمل الفورلوب لحساب النتائج سنقوم بالفور كما قلنا فطريقة الفورلوب تعرفون كيف طريقة كتابتها سنأخذ مثلا إنت ونسميه مثلا إكس دائما نستعمل إكس لكي نسهل علينا الأمر ثم نبدأ دائما من صفر ونقول أن إكس أصغر من خمسة أو نقول مثلا إكس أصغر من ستة يعني لا نريد من إكس أن يتعدى ستة لأن البرنامج حزز فقط ستة أماكن في الداكرة ولم يحجز أكثر وإذا ذهب البرنامج فوق ستة سيكون هناك كراش أو يعني بعطب في البرنامج مما قد يؤدي إلى توقفه ثم نأتي ونأخذ إكس بلاس بلاس ثم سنضع هنا البرنامج الذي سنشتغل عليه فهمنا فيما قبل أننا يمكننا إضافة باستعمال زائد طبعا سنستعمل الزيادة الآن هنا إذن ماذا فعلنا هنا أخذنا مصفوفة نتيجة حجزنا ستة أماكن في الداكرة ووضعنا في كل مكان نتيجتك التي حصلت عليها في تلك السنة قلنا أن لغة الحاسوب تبدأ من صفر إذن هذا المكان صفر وهذا المكان واحد وهذا المكان اثنان وهذا المكان ثلاثة وهذا المكان أربعة وهذا المكان خمسة رغم أننا حجزنا ستة أماكن فبلغة الحاسوب هذه ستة أماكن وبلغة البشر فهذه ستة أماكن إذا حسبنا من هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة حسن جدا جئنا إلى هنا وأخذنا الطوطال المتغير الذي سوف نقوم بوضع فيه النتيجة التي هي مجموعة هذه النتائج ثم أخذنا الفورلوب التي ستذهب لنا في كل هذه الأماكن وتقوم بحساب أين سنضع تلك النتيجة التي سوف تحصل عليها من تلك المصفوفة سنضعها في الطوطال إذن الطوطال تساوي الطوطال زائد عفوا طوطال يعني طوطال زائد زائد النتيجة نتيجة طبعا إذا قلنا النتيجة يجب أن نضع X في النتيجة ما معنى هذا يا زهري أخي زهري لقد صعبت علينا الأمور لم أصعب عليك الأمور سأشرح لك الآن ثم سنطبع النتيجة هنا أو سنطبع مثلا طوطال الذي هو يحجز لنا مجموعة النتائج إذن حسن جدا انتهينا من السكريب الآن ما هو الشئ الذي قمنا به الآن إذا طبعنا دعونا نقوم بحذف هذه الأشياء هنا حتى تتذكروا أشياء التي سوف نفهمها نقوم بطباعة مثلا فقط X ونشاهد ماذا سيحصل إذا طبعنا فقط X سنشاهد أنها ستطبع لنا يعني 6 أرقام يعني بداية من الصفر 6 أرقام أما بداية من الواحد فهي 5 فهي 6 أرقام بداية من الصفر هي 6 أرقام وبداية من الواحد هي 6 أرقام إذن صفر 1 2 3 4 5 خمسة أرقام وبالصفر فهي 6 أماكن في الرام كما ذكرنا إذا كنا قلنا أننا إذا كنا نريد حساب مثلا الأعداد موجودة هنا يمكننا استعمال نتيجة صفر هنا التي هي هذا المكان ونتيجة واحد والتي هي هذا المكان ونتيجة اثنان التي هي هذا المكان ونتيجة ثلاثة التي هي المكان ونتيجة أربعة ونتيجة خمسة ذلك ما سيقوم به X عوض أن نقوم نحن بكتابة يعني صفر واحد اثنان ثلاثة فX الآن يمثل تلك الأرقام كيف عرفنا ذلك؟ تأكدنا عندما قمنا بتشغيل البرنامج إذن حسن جدا تأكدنا هنا لاحظوا معي صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن ماذا سنفعل؟ سنأخذ الطوطل كما قلنا سأقوم بكتابة ذلك الكود سنأخذ الطوطل الذي هو المجموع هنا يساوي الصفر وسنقول أن الطوطل تساوي الطوطل زائد النتيجة ما معنى هذا؟ معنى أنه كل مرة سيضع البرنامج العدد هنا سيقوم بإضافة العدد بعده إليه لأن في الأمرة الأولى سيكون ثلاثة ثم سيقوم بإضافة أربعة فاصلة خمسة إليه ثم سيضيف ثلاثة مرة أخرى إليه ثم خمسة إليه ثم ستة إليه ثم ستة إلى أن يعطينا النتيجة إلى أن تصبح الطوطل هي نتيجة الأعداد الموجودة هنا ثم سيقوم بطبعتها هنا حسن جدا سنتأكد الآن من الأمر ونشاهد ما هو عدد تلك الأرقام حتى لا يكون الفيديو طويلة لاحظوا معي عدد تلك الأرقام كان في الأول هو ثلاثة ثم أصبح ثلاثة زائد أربعة فاصلة خمسة هي سبعة طبعا سبعة فاصلة خمسة دعونا نقوم بإزالة هذه الإزالة يعني أربعة فاصلة خمسة لأننا يجب أن نضع فلوت هنا ولكن الآن نريد فقط شرح المصفوفة وليس الأرقام إذن قلنا أنه ثلاثة زائد أربعة تسوي سبعة ثم سبعة زائد ثلاثة تسوي عشر ثم عشر تسوي خمسة عشر ثم خمسة عشر تسايد ستة هي واحد وعشرون وواحد وعشرون زائد ستة هي سبعة وعشرون إذن مجموعة الأرقام لديك هنا هو سبعة وعشرون وهو ما وضعته لنا المصفوفة في التوطر إذن كان هذا وشرح هنا اليوم لطريقة حساب الأعداد باستعمال المصفوفة واستعمال فورلوب سنتقل بكم في الفيديو القادم ابقوا معي لأنه سيكون فيديو شيء جدا إن شاء الله لا تذهبوا إلى أي مكان دونت ضعبيو بالسلامة